اشتركوا في القناة احنا بدنا اياها تنزل مباشرة على الذاكرة الخارجية اول شي راح نروح على التخزين ونعمل ايقاف للذاكرة اللي موجودة عنا على الموبايل نضغط على الغاء تحميل بطاقة الذاكرة الخارجية الاس دي كارد طيب بعد ما نعمل ايقاف لتحميل بطاقة الذاكرة الخارجية لازم يكون في عنا برنامج او تطبيق على الموبايل وهذا التطبيق اسمه تقدر تحمله من متجر الجوجل بلاي او بتدخل على مدونتنا وربطها في وصف الفيديو وتحمل التطبيق طبعا مباشرة بعد ما يشتغل معك اه البرنامج راح تشوف عندك حجم الذاكرة الخارجية اللي موجودة عندك على الموبايل مثل عندي انا موجود تقريبا اثنين جيجا بايت طبعا الحجم زي ما انتشايف موجود في المربع الابيض الثاني اللي هو الف وتسعمية وسبعة وستين ميجا بايت اللي هي تقريبا اثنين اه جيجا بايت هسا احنا بدنا انضيف بارتشن او اه اقسام على بطاقة الذاكرة الخارجية بنضغط على اشارة البلس او اشارة الزائد بضيف عندنا بارتشن اسمه بارت وون علشان نضيف كمان بارتشن كمان بنضغط على اشارة الزائد او البلس كمان مرة راح يصير عندنا اثنين بارتشن على بطاقة الاس دي كارد وبعدين منحدد حجم القسم الاول منسحب السلايدر اللي موجود عندنا زي ما انتشايف باللون الازرق هيك احنا بنكون حددنا حجم البارتشن رقم واحد ومنهم منحدد نوع السيستم علشان لما نعمل فورمات للأقسام. منيجي على القسم الثاني او البارتشن رقم اثنين بتحدد كمان حجم البارتشن زي ما انت شايف اللي هو موجود عندك باللون الزهري اللي موجود عندي تحت اللون الثاني بتحدد حجم البارتشن ومنيجي على نوع السيستم بنحدد هون اي اكس تي ثري عشان نستخدمه على الموبايل ونصير نخزن كل التطبيقات على الموبايل. وهيك احنا بنكون حددنا حجم كل بارتشن من البارتشنات اللي احنا عملناها على بطاقة الذاكرة الخارجية. بعدين بنضغط على تطبيق التغييرات. راح تطلع لك هذه الرسالة بتضغط على مباشرة البرنامج راح يعمل فورمات وينشئ لنا التقسيمات او البارتشنات اللي احنا عملناها يعملها مباشرة على بطاقة الاس دي كارد. تستنى عليها تقريبا بدها العملية حوالي نص دقيقة الى دقيقة طبعا حسب حجم بطاقة الاس دي كارد. بعدين راح تشوف قدامك انه فعلا تم تكسيم الذاكرة الخارجية الى قسمين زي ما احنا طلبنا طبعا تقدر انت تعمل اكثر من قسم. وفعلنا خيار التولز اللي عن طريقه بتقدر تشطب اي بارتشن انت عملته على الموبايل طبعا بتحدد البارتشن وبتحدد نوع العملية اذا كنت بدك اياها دليت او مثلا تعمل لها فورمات زي ما احنا شايفين ها تقدر تشوف العمليات اللي موجودة سواء كانت فورمات او حتى تغيير الحجم او حتى كمان انك تنشئ بارتشن جديد بتحدد نوع العملية وبتضغط على مباشرة بحذف لك البارتشن اللي انت ضفته او ممكن انك تعمل بارتشن جديد طبعا لهون نكون وصلنا لنهاية الشرح نشوفكم ان شاء الله تعالى تموره